بنصبح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي جيما عدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا فريق النادي الاهلي وضع قدم في نهاي دوري أبطال إفريقيا ده بعد ما حقق فوز كبير بالنتيجة 3 صفر على التراجي التونسي في المباراة لتلعبة مبارح في مدينة رادس نجح الاهلي في تشكيل خطورة كبيرة على التراجي وسجل 3 أهداف سجل منهم برسيتا وهدفين والهدف الثالث كان سجله محمود عبد المنعم الشهير بالكهرباء بالنتيجة دي الاهلي أصبح قريب من التأهل الانهائي البطولة في انتظار مباراة العودة اللي هتقام في يوم الجمعة الجاية على أستاذ القاهرة الدول الكرومبي إخوان كارلوس المدير الفني لفريق نادي الزمالك استقر على إعادة محمود حمدي الوينش واحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسي للفريق قدام الإسماعيلي في المباراة اللي هتتلعب النهاردة على السادة الإسماعيلية وده ضمن مؤجلات الجولة رقم 27 من مصابقة الدوري المصري الممتاز البرتغالي الجايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيرمتز هيرجع القاهرة النهاردة بعد قضاء أجازة قصيرة مع أسرته خارج البلاد وده استعدادا لمباراة الفريق القادمة في بطولة كأس مصر مع فريق رايا ده يوم 17 مايو الحالي فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر هيستقنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحها في المباراة اللي هتتلعب بين الفرقطين يوم الثلاثة الجاي الساعة 7 بالليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز مجلس إدارة المقاولين العرب أعلن عن تأسيس فريق بالنادي لكرة القدم النسائية وهي يجري النادي مفوضاته مع عدد من اللاعبات لضمهم للمشاركة في دوري الكرة النسائية وبالنسبة لفريق سيادات الكرة الطائرة في نادي الزماني فاز على فريق الجيش الرواندي بنتيجة 3-0 في إطار مؤول مواجهاته في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات اللي بتتلاعب في دورة تونس محمد كمال لعب منتخب ألعاب القوى البراليمبي حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات القرص ببطولة الجائزة الكبرى اللي تتلاعب في دولة إيطاليا المنتخب المصري الماوي تاي نجح في أنه يحصد أربع ميداليات متنوعة في بطولة العالم الكبار والأقيمة في مدينة بنكوك بمشاركة 102 دولة وجات الميداليات بواقع 3 فضيات وميدالية برونزية